اشتركوا في القناة تخرج طلب جزائريين بجامعة نيو برانسويك الكندية حيث اكتسح جزائريون تكريمات في تخصص إدارة الأعمال وهذا من خلال فيديو انتشر على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي وبتعليقات كلها فخر واعتزاز بما تجيبه الجزائر نترككم تتكلم مشاهدين الكرام والآن إلى التعليقات نجا في تعليق الأول من سعيد كتب ما شاء الله عليكم دمتم فخر لنا وللجزائر تعليق آخر عبدالقادر كتب الله يوفق كل طالب علم كل مشتهد ألف مبروك لبنات ولأبناء الجزائر صوفيان علق شرف كبير لأبناء الجزائر ألف مبروك ومزيد من النجاح محمد كتب الله يبارك بمثل هذا الجيل نفتخر لكل مشتهد نصيبة مشاهدين تعليق آخر كتب الله يبارك ما شاء الله الشعور بالفخر والاعتزاز بالجزائر مشاهدين الكرام كان هذا آخر تعليق بخصوص الهاشتاغ الأول ننتقل بكم إلى الهاشتاغ الثاني طبعا بعد النجاح الكبير الذي حققه فيديو جوحة في الجزائر نشر فيديو جديد أمس عن ولاية وهران وفي ظرفين وجيز حقق الفيديو مشاهدات على موقع اليوتيوب حيث قام بتصوير المدينة بطريقة ولا أروع ووصف الجزائريون الفيديو بالمدهج لما فيه من مشاهد وصورة صورة باحترافية وجودة عالية نترك مشاهدين التعليقات الآن في تعليق عبدو كتب تحيتي لأهل الجزائر أهل الخبار الرجولة بلد المليون ونصف شهيد أهلكم من لبنان تعليق آخر كتب شكرا جوحة طبلي ما تقدمه إلينا من محتوى عالمي تحية لشعب الجزائري من اليمن مشاهدين الكرام والآن ننتقل بكم إلى هذه الصورة أين كتب رياض محرز اسمه بأحرف من ذهب في استجل الأبطال وفي أقوى بطولات الكرة أو كرة القدم في العالم بعدما أنصار أول لاعب عربي وإفريقي يتوش بخمسة ألقاب كاملة متفوقا عن إفوريدي دي دروغبا والذي يملك في رصيده في رصيده يقول أربع تتويجات رفقة تشيلسي يقول ويعتبر هذا اللقب مشاهدين الخامس للدولي بعدما توجب أربعة ألقاب رفقة ماشستر سيتي ولقب آخر مع ليستر وجاء هذا التتويج مشاهدين قبل مواجهة تشيلسي وذلك بعد خسارة أرسنال طبعا مشاهدين وأشادت مواقع عالمية وكذا مختلف الحسابات في موقع التواصل الاجتماعي بالإنجاز الذي حققه رياض محرز مشاهدين وبهذا وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج أنهار تراندينج شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر